ونتمنى أن رياضتنا تعود مثل ما كانت إن شاء الله نتسيد الخليج وآسيا مثل ما كنا بفضل جهود الناس اللي موجودة واللهم وحفظ الكويت شكرا لك ساعدك كذا إحنا راح نتواصل إياكم في فقاراتنا المقبلة في برنامج جباح العود فقارتنا لهاية هبة ألا وهي تمارين رياضية الرياضة الرياضة بعد الرياضة نرجع لكم صباح الخير وحياكم الله معانا بالفقر الرياضية اليوم إن شاء الله راح نعيد تمارين التأهيل الرياضي لأن التمارين وايد حلوة مهمة وشفت أن الناس وايد حبوه وعليها إقبال فاللحين راح نسوي التمرين هذا اللي هو مختص فيه عضلات الحوض هنا وهم من عضلات الأرداف وخصوصا الأرجل فرح أنزل هنا في الطريقة هذه مثل ما تشوفون راح أحاول أمسك أصابع ريلي واثبت تحت هذا التمرين يفتح عضلات الحوض حتى إذا قدرت أضغط أكثر واثبت 10 إلى 20 ثانية بعدها أصعد فوق الطريقة 10 إلى 20 ثانية راح حين أركز على عضلات الأرجل الخلفية الهامسترينز ورق مرة ثانية التمرين يمكن موسى لخصوصا حق ما عندهم مرونة كافية لكن الطبق مرة مرتين ثلاث راح تزيد المرورة راح تستفيد أوكي ونصعد منروح حين حق التمرين الثاني راح تنزل تحت وضعي هذي هذا التمرين مهم حق عضلات العمود الفقري والحوض أو الخواصر شاري فاتيهني في الوضع هذا تمسك الفخد وتلفت وصاب الثاني أول شي راح تحس تسمعه طقطقة الظهر تثبت 20 ثانية نعكس راح تحاول تروح بشتفك إلى أركبك ستسوي نوع من التنشن حق الخواصر بعد هذا التمرين حين ننتقل له اللي هو حق عضلات الأرداف راح يهني بها الوضعية أنام ريلي هني أروح بداخل إيدي أمسك الكبي وأمسك الريل الثانية وأسحب راح يصير فيه ستريت على عضلات الأرداف أخذ نفس سويتش هل ستريتشات ممكن نثبت فيهم من 10 إلى 20 ثانية في حالنا بنسوي تمارين رياضية قبل أو تريد خلصنا ثلاث تمارين أو إذا تبي تحس في مرونة أكثر ممكن تثبت إلى ماكسموم دقيقة كل تمارين راح تحس بمرونة أكثر ممكن تستخدم التمارين مثل تمارين استرخاء عضلي تفيدك حق الليونة وتساعدك إنك تكون مرن ومو يابس جسمك ستف بالعكس تحس بمرونة ونشاط أكثر فإن شاء الله عجبتكم التمارين وتابعونا في الحلقات الياية رجعنا معكم مشاهدين أكيد من بعد هذا التقرير المميز للرياضة يا محمد نكمل برنامجنا ونقول أن الرياضة بمختلف أنواعها من أهم النشاطات البدنية التي يمكن للإنسان ممارستها أكيد للحصول على جسم صحي خالي من الأمراض ولكن في الكثير من الأحيان يتعرض الرياضي أو اللاعب للإصابة التي تختلف في حدتها من الخفيفة إلى القوية ضيفنا اليوم مختص في أمراض العظام والمفاصل والإصابات الرياضية خلونا نشوف هذا التقرير رادين لكم أكيد يتعرض بعض اللاعبين أثناء المباراة أو التمارين لإصابات تعرف بإسم إصابات الملاعب وهي الأكثر شيوعا بين اللاعبين والأبطال بمختلف الرياضات والتي قد تبدأ بكدامات بسيطة وصولا إلى أخطر المراحل والتي بدورها تبعدهم عن الملاعب والبطولات لفترات طويلة ومنهم من تسبب له الإصابة مشكلة صحية مزمنة تضع حد نهائيا لمشواره ومسيرة الرياضية وخلال السنوات الأخيرة ازداد عدد ممارسه الأنشطة الرياضية المختلفة وبالتالي ازداد عدد الإصابات نتيجة الضغط بقوة على أعضاء الجسم والعضلات بشكل كبير ضيفنا اليوم الدكتور عبدالعزيز الهاجري اختصاص جراحة العظام والعمود الفقري حياكم الله مشاهدين الكرام فقراتنا الحين راح تكون مميزة وتفصيلية وهذا الحجي اللي راح يكون مهم فيه التفصيل خلوني يراحب في الدكتور العزيز عبدالعزيز الهاجري اختصاصي جراحة العظام والجراحة العمود الفقر حياك الله دكتور مرحبا صباحكم الله بالخير نورنا إن شاء الله دائما راح نورنا دائما يقول لك العوار والعظام واحد يخاف منه وذا حاشك كسر عوذ بالله وشلون براغي يعني حاجي يضيق الخلق على قوة وما تنام وعوار أزرق بأحمر بأخضر هالألون فنبندش في هذه التفاصيل أكثر نبنتعرف على الآلام عوار الله يبعدنا على الآلام نبنتعرف عليها بس مجبوري نتعرف عليها مع دكتور عدل عزيز أهمية الرياضة في آلام العظام بسم الله الرحمن الرحيم أهم شيء دعنا نبعد عن الآلام الهشاشة هشاشة الأظام نتيجة نقص فيتامين دال عادة فيتامين دال 90% منه ينتج بالجسم أن تعرض الجلد للشمس ونخش من الشمس صح؟ نحن نتحرك نحن عشان على موسم الصيف هذه نقطة مهمة لنتحدث بضبط نعم فالكمية الكافية تعرض الجلد للشمس يكون 10 دقائق اليدين والرجلين مكشوفين للشمس 10 دقائق مرتين في اليوم ما تقدرون ما نقدر ما نقدر مع الشمس الحارقة ووقت الصيف ما نقدر نعم فبالتالي يصبح لدينا نقص فيتامين دال لو خذينا امية شخص حلو ذكروا انثار سوينا لهم فيتامين دال راح ناقي نوع من النقص أما شديد أو متوسط فبالتالي نعطيهم مهم جدا أنه يكتشف قبل عمر 30 سنة لأن من بعد 30 سنة من بعد عمر 30 سنة يبدأ الإنسان طبيعة الحال عظامة تصير هشة أو نقص في العظام فما بالك إذا هشي يصير طبعا هذا خلقة الرحمن سبحانه فتخيل مع هذا نقص فيتامين دال فتلاقي الإنسان بعمر صغير صار معه شاشة وصار معهم كسور لدرجة في ناس يولي من عطسة من عطسة وفعلا صارت وعالجناهم لماذا نزين لماذا تركنا الموضوع لأن مشكلتنا لا لدينا توعية شديدة وثاني شيء لدينا معتقد بالطب الطبيعي مرمية زنجبيل كركدي اللي هو الأعشاب طبيعي هذا ما هو صحيح هذا ما لا أساس علمي نحن درسنا وتغربنا عشان نحن نبي توعية زين دكتور لماذا درستوا بالأعشاب عشان وصلونا إلى أسس علمي هذا الطب بديل موجود موجود لكن ما أقدر أقارن لك أو أنا من ناحتي أنا كطبيب اشتغلت على الأدوية وعلى العلاجات وعلى الجراحات أنا رجل مؤمن أن العلاجات الطبية هي صحيحة وهي المفعولها موجود لأن أثبتت علمياً صحيح أنت رحت إلى نقطة بالبداية قلت أنا والله سجلتها قلت هو البيتامين دال ونقص البيتامين دال ولازم شنو نسوي عشر دقائق نعرض حمد يسجل ومرتين باليوم نعم حبا قالت لك هاي الصيف صح الناس كلهم على البحر صح يعني هذه رسالة أنا بنسمعها منك لأنها خطر الموضوع صح اللي أنا قلت لك يا تعرض عشر دقائق اليدين والرجلين بالكامل حلو هذا ما يصير احنا عندنا اللبس محتشم صح نعم أيضا حتى لما نروح للبحر تلاقي في تغطي حلو فالجسم أيضا ما اكتسب جميل البديل حبوب وأدوية فيتامين دال هذا البديل طيب هذا البديل لكن الناس اللي تقضي ساعات كثيرة خصوصا حين موسم الصيف والبحر والسباحة فتلاقيهم يقعدون بالساعات فرضا من تسعة الصبح إلى خمسة المغرب إذا ما تغيب الشمس صح على أساس أن يأخذ لون ويسمر جسمه وثان صح فشال النصيحة التي تحب توجهها للشباب خصوصا أيضا في فئة بنات حابين يتعرضون لأشعة الشمس وممكن يتعرضون لشكل يومي أو يوم الترك صح هذه خطرة ولكن نحن نقول أنه يتعرض للشمس هل مهوم؟ فكلمنا فيها إفادة وفيها مضرة صح كلمنا عن هذه النقطة أهو فيها إفادة وفعلا يأخذ كمية الكافية من الشمس لكن بالمقابل عندك الأشعة تحت الحمرة هذه مضرة نعم كثرتها ممكن تسبب لا سمح الله سرطانا من الجلد صح فإحنا قلنا عشر دقائق ما قلنا ساعات نعم عرفت شلون؟ والشمس اللي عندنا حارق يا جماعة مو مثل مثل أوروبا أو أمريكا أو غيرها من الدول الباردة في شمس بس باردة صح فاللي أنا قصدي أوصلة أن تعرض للشمس في وقت معين الصباح تفادي الظهر الصباح وقبل أن تغيب الشمس عشر دقائق هذا بيكون كمية كافية لكن تعرض أكثر من شذي؟ لا ما أنصح فيه لأنه سيؤدي إلى مشاكل نعم خند الشحن في الإصابات والله يبعدنا من الإصابات لكن الواحد لازم يسلط الضوء عليه أكثر صح ويبينها أكثر أصابة إصابة في الرياضة شنوء هي أو مرت عليك أو سمعت فيها أو درستها؟ الحمد لله أصاب طبعا هي أكثر إصابات الركبة الركبة الرباط الصليبي وهذه الحمد لله ما قدر عليها أخطرها إصابة الرقبة في إصابة اسمها ستنقر ستنقر اللي يكون اللاعب يأدي رياضته بشكل يومي ومرتاح ولا عنده أي مشاكل حلو لكن وهو مولود بقناعة عصبية ضيجة نعم الله خلق هلات شديد حلو فأي إصابة سواء يعني كونتاكت سبورت اللي يكون فيها تلامس ملاكمة كرة قدم الرقبي مثلا تأدي إلى شنو إلى مشاكل في رقبة حلو ممكن لا أسمح الله تأدي إلى شلل نعم هذا دكتور نحن تتكلم معنا الآن هل قاعد نشوف لقطات في الشاشة نعم كرة القدم كرة القدم كرة القدم اللي يصير معاهم الإصابات اللي هي ممكن كسور وشفنا في كذا مرة صحيح ولكن أكثر شيء ما يصير معاهم اللي هو الرباط الصليبي نعم الأمامي عادة مرة تكون إصابات في الكتف الرباط الصليبي أكثر الإصابات اللي يصير لها اللاعب نعم نعم لها الركبة لأن الركبة أصلا ثابتة على أساس ربطة موحلة عظامة نعم فأي إصابة أي طريقة أداء للرياضة بشكل غلط يتأدي إلى هذه الإصابات نعم وإذا أصاب الرباط الصليبي أنا شفت حالات ممكن أن يمتنعون عن لعب كرة القدم لأشهر أو سنوات طويلة نقول أشهر سنوات لا لأن أشهر صح بعد العملية في تأهيل نعم لأن عضلات الفخذ كلها تتعب صحيح وصير ضعيفة فلازم يرد بطريقة برنامج تأهيلي معين إذا ما سوا هالشي رح ينقطع مرة ثانية لأن عضلات أصلا مو قوية عشان ما تثبت الركبة دكتور خد شوية يعني أنا والله مودي أقولها قول قول دايما يقول لك طبنا متأخر عن طب أوروبا يعني حين بروح أنا ليش على اللقطات اللاعبين وذكرت الحالات هذه يعني اللاعبين لما يقول لك والله بتقرير الطبي ياله بعد شهرين راح يرجع حلو؟ هو خلال شهر نشوفه قاعد يلعب بالملعب يعني شهرين اللي قاله أوروبا هذا شهر اللاعب فت ونازل يلعب تسعين دقيقة إحنا إذا قلنا شهرين لا هو لازم يرجع بعد ستة شهر لا لا صج بعد ستة شهر من غير مبالغة صح على ما يتشافه على ما يتعالج على ما يتسول العلاج الطبيعي ويرجع ونفسيا يرجع تأهم ربانيا ويخاف من الأمر أن يرجع نفس اللاعب فهل فعلا أنهم متطورين وايد أكثر منه؟ لا عندنا كل شيء يمكن الأفضل بس عندنا الرائبين هنا يمارسون الرياضة باسم الديرة كهواية مو كوظيفة نعم هذه واحدة صحيح هنا عامل نفسي ترى قوي جميل في أوروبا أو في أمريكا لما تكون هذه وظيفته يعطي كل اللي عنده وقته كله للرياضة لا يكون موظف الدافع كامل بالتالي الحيئة الجسمانية وقوة عضلاته يستعد للرياضة نعم ولو صارت إصابة عنده إصابة معينة وعضلاته قوية قبل الإصابة حلو فتساعدها بعد الإصابة في عوامل كثيرة ما تقدر تقول إن الشغلة هي مو قصة الطب متطور هي العملية نفسها نفترض الرباط الصليب هي نفس العملية تتم في كل مكان في العالم صحيح لكن الفكرة تقبل الإنسان اللي كان رئيسة في العمل يقدر الوضع اللي صار مثل ما أنا بنا ندخل شوي بالمواضيع مثل اللي صار أخونا بدل المطوع أنتم عارفين شون شعال اسم الكويت حلو صحيح فلما صارت مع المشاكل هذه الإدارية أيضا هذه اللعبت في النفسية نعم فهي كذا فاكترا وكذا عامل يؤثر ما هو الشغلة العامل الطبي لأنه ما شاء الله هنا عندنا قدرات ما شاء الله رائعة وعندنا وحدات عندنا واحدة اسمها الطب الرياضي متخصصة في هذه الأمور جميل نعم نتكلم عن العلاج الطبيعي والتأهيل للمصاب ما كدر من الوقت يحتاج وأنتو كدكاترا كدر تنصحون المصاب أن ترجع بالوقت المناسب كي ألقوتهم بالرياضيك المعينة بالصورة المناسب بالصورة المناسب نعم العلاج الطبيعي نص العلاج العملية نص الناس وائد تستهين بالعلاج الطبيعي في ناس في مرضي يولي والله يتكيسلون يتكيسلون يقول والله ما حسيت الفايدة الفايدة ماتي بيوم الليلة يا جماعة العلاج الطبيعي يأخذ وقت مرات يأخذ جلسات مرات بالأشهر صحيح أقول لك في مرات العلاج الطبيعي يساعدك في أشياء أو في أشياء ما يساعدك فيها مثلا إصابة لورقبل اللي قلت لك عنها هذه هذه تنهي مشوارة صحيح لأنه من تصير مثلا يلي مريض يقول لي والله أنا كنت ألعب رياضة وزميلي دزني مثلا وحسيت بكهربة كلمة هذه موهينة لما يقول أحس بكهربة بيدي وريلي وقت الإصابة لا هنا أركز عليه أكثر يحتاج فحص دقيق يحتاج الشقة لما تلاقي عنده مشكلة برقبة خلاص أقول لي أنسى رياضة لا إله مشواركة أهي لأن لا سمح الله ممكن تصلك إصابة ثانية شلل صحيح لما نبي هذا اللي قاعدة أقوله أنه على حسب الإصابة على حسب النفسية نفسية المريض وعلى حسب تقيدة بالإرشادات الطبية ومنها العلاج الطبيعي أنه يقدر يرد ولا لا يمكن أن يكون هناك جراحة دكتور عبد العزيز والجراحة هذه ممكن تأثر على اللاعب في مشواره الرياضي وعلى أداءه أيضا صحيح فكلمنا عن هذه النقطة مرة ثانية يالي مثلا مريض عنده دسك برقبته سويت لعملية الحمد لله أمور زينة وراح الألام بس أقول له لا ترجع للرياضة لأنه خلاص أنت الحين رقبتك شلنا الدسك وثبتنا بمسامير وخلاص أي إصابة ثانية ممكن تسبب لك كسر في المكان دكتور أي رياضة؟ رياضات اللي ما فيها كونتاكت اللي ما فيها تلامس يلعب ماشي الأمور ضهير كرة قدم الرقب السلة هذي لا لا وخر عنهم بس ماشي ووركضه شوية لا فهم شيء لازم يكون حذر لازم لازم حتى إذا مثلا بيسوي التدريب لازم اللي يدربه يكون فاهم شنو فيه وعر شون يتعامل صحيح دكتور قاعشو كلها قاعد تسكرها بويري لا أبدا 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 لا أترد لا أترد اخترانه أنا اللي أقوله الدقة مطلوبة الدقة مطلوبة والتفاصيل التفاصيل هذي وايد مهم يا جماعة هي مو فكرة أن أعطيك كرة وروح ألعب لا لا أبدا من فكرة شنو الأحداثيات اللي حول الشخص هذا مهيأ ولا لا مثلا تشوف أنه ما في لياقة ما في لياقة جسمانية ويبي لعب كرة قدم وبالتالي يقول والله ركبي والحوض والكاحل طيب أوكي أنت ما تهيأت أنت دخلت على طول بدون تهيأ جميل دكتور يمكن أن أروح إلى آخر سؤال أو آخر نصيحة لكن قبل النصيحة هناك إصابات سبحان الله ليس من الرياضة من أنت نايم على وقتهم صار فيك شيء صار مال شنو الأمور هذه هذي شنو واحد يعالجها يقدر يعالجها بنفس الوقت ولا بعد لازم أروح الطبيب أقدر أقول لك في عوامل وراثية خلني أقول لك سالفة واحد سويت العملية يالا ديسك لأنه سكر منبه الدوام أف كان نايم طق المنبه قام بسكرة فلف اللفة هذه البرمة هذه سببت لديسك ومزيدك بعد بشاعر بيت نفس الحالات هذه اللي بعد بالسيارة ويروح يأخذ كلينكس ووارع ومعها اللفة كسر اللي أكو ماكو فيها إذن هذه ملاحظات مهمة ننبه فيها السادة المشاهدين إنه ينتبهون على قعدتهم دايما أو حتى أثناء القيام والجلوس هذه مهمة فركتكم مهمة حمل الأشياء من الأرض طريقة المشي صحين أمور تفرق وبعدين في عندنا احنا أو بتخصصي أنا كعمود فقري في عندنا اللي يسمونها الألامات الحمرة إذا كان فيه آلام أكثر من ثلاثة شهور نعم مرضي تروح مع الأدوية أو مع الراحة إذا كان فيه تنميل أو خدار في الرجل إذا كان فيه أسكم الله عدم تحكم في البول أو الخروج إذا كان فيه أعراض ثانية مثل دوخة آلام في اليدين هنا عاد نقول لحق المريض انطر شوي تعال لن نفحصك ونشو شونه فيك إذا الفحوصات دائماً والدقة الطبية مطلوبة منكم كاديكاترة نحن نوجه لك هذا الشكر دكتور عبدالعزيز الهاجري يعطيك العافية ما قصرت حظور متميز ومحاورنا كثيرة معك في هذا اللقاء ودنا نكمل معك اللقاء لساعات ولكن هذا وقت البرنامج وتستحن الوقت كله شكراً يزاكم الله خير ما قصرت على الاستطافة إن شاء الله نكون يعني فدنا الناس حتى لو بشيء بسيط والله يا ريت أنا فغرتك تكون دائماً أي والله يا ريت استاخد ما موجود الله يسلمك فعلاً يعني الإرشاد النصاية هذه لازم تكون حاضرة يعني إحنا بلقاء إحنا قاعدنا استبيت ما مبالك الناس يمكن وراء الشاشة ودهم يسؤلون أنا والله أنا بناحيتي ما عندي مشكلة أنا موجود في مستشفى السلام مستشفى الرازي السادة المشاهدين يردهم يعافون اللي بيسأل حياه الله وأنا على عكس إحنا عيال البير ونما نبي إحنا إلا نفيد عيال الديرة ونبي لهم نصح والسلام هذا اللي نبي بني رب يحفظك ويحفظ عيال الديرة إن شاء الله ونشوفك من هالمكان شخصية إيجابية ماشاء الله وأحلى وأفضل شكراً لك دكتور عبداليج حياك الله أكيد إحنا متواصلين وياكم مشاهدينا وبالفقرة لذوي العاقة ومن بعدها رضوها العالمين دكتور من تشجع لا لا دكتور كل شيء كل شيء تمام ثقافة إذا نظيفنا مع الثقافة بس أشوف مرامس نضار الطن يزينا أشوفة الله يوم بك إن شاء الله في مجالك نروح إلى الفقرة الأخيرة فقرة دوي العاقة ومن ثم نروح إلى الضحى العالمي مع زميلي مناف أشكنان فوصلنا للختام وأنا وزميلتي هبا وياكم بالضحى العود سلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم البطل على التنس الطاولة عبدالله الضفيري أنا دخلت النادي من 2010 دخلت التنس الطاولة لأنني شفتها وحبيتها التمرين كان في حماس شاركت في عديد من البطولات منها بطولة رومانيا في 2012 أول بطولة اللي كانت فيها جبت فيها ميدالية أحسن ناشئ في البطولة وشاركت في الأردن اللي هي أول لي ميدالية الفضية ومنها عديد من البطولات وأنا طالب جامعي في التربية الأساسية ما يمنعني هذا الشيء أن أكون طالب وأروح للنادي وأتمرن فيه وأحقق الإنجازات باسم الكويت وأرفع عالم الكويت وأرفع عالي وأوجه رسالة اللي يظن ما يقدر يسوي شيء من المعاقين ولا المجتمع أن المعاقب مو بسم عاقة بدن عاقة فكر والأساسات بدن المعاقين يقدرون أن يسوهم كل شيء يرفعون عالم الكويت وأسم الكويت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وإن أمور الأوروبا وأيضا الدوري الأوروبي نبيت تحدش عن الكثير من أخبار اليوم الفقرة منورها الكوتش عادل مشري صباح كلاب الخير صباح كلاب النور الكرامة وأنا أحب أصبح على الأخوة المشاهدي من خلف الشاشات وأنتم منورين موانا الذي منور إن شاء الله واليوم حلقة إن شاء الله تكون غنية إن شاء الله في ذهاب ربع نهاي الأبطال فاز توتنام في ملعبهم الجديد على الستي بهدف الكوري سون ونقطة التحول كانت إضاعة أكويرو لبالنتي في أول عشر دقائق من المباراة والتواء بالكاحل كانت هي إصابة كين هاري كين لاعب وكابتن توتنام ليفربول تفوق على بورتو لاعباً ونتيجة 2-0 في الأنفلد نتكلم عن هالمبارتين يمكن التوقعات كانت ما بين تعادل أو تفوق السيتي قياساً بالمستوى نحن نتكلم عن توتنام السيتي وهل فعلاً نقطة تحول إضاعة البالنتي؟ طبعاً نحن نتكلم عن الجانب النفسي من أهم الأمور في كرة القدم ضاعة ركلة الجزاء دائماً يكون لها جانب نفسي كبير تعطي الدفع معنوية للفريق الذي تصدى لركلة الجزاء وبنفس الوقت تحبط الفريق الآخر فمبارك لما يكون فريقين متقاربين وفريقين في فرق بالمستوى كبير المبارات على ملعب توتنهام فأكيد هذه عطت الدافع خصوصاً بعد تسجيلهم الهدف شفنا أن توتنهام في مجمل المبارات كان هو الأفضل وهو اللي كان يستحق البول في هذه المبارات وليفربول والتفوق على بورتو المبارات اللي كان ليفربول ممكن مقنع فيها أكثر بالشوت الأول من الشوت الثاني لا بورتو كثير من الناس يعني قلل من بورتو أتوقع أن المبارات ستكون سهلة أو المبارات ستكون سهلة على ليفربول وأنا أقول لكم لا لأن لبورتو من أكثر الفرق منظمة في أوروبا فريق بطل فريق نفسه على دورية بشكل متواصل وأيضاً عنده خبرة أوروبية والسنة الماضية لعب مع ليفربول وعرف شون ليفربول يلعب فلذلك أول أمس كان جاهز أكثر من الموسم الماضي لما خسر 5-0 فيمكن خطورة مهاجمين ليفربول والسرعة التحولات الموجودة عند لاعبين الثلاثي الهجومي في ليفربول إيه اللي كانت الفرق في مباراتها؟ بنقول معلومة بس سون الكوري الجنوبي هو صاحب أول هدف بالملعب الجديد في الدوري الإنجليزي وبالشاميوز ليغ وبالشاميوز ليغ والهدفين صناحهم إيركسون فهذه مصادفة غريبة شوية بيبي كورديولا يقول تصريح غريب صنفه صنفة الصحافة بأنه غريب يقول خسارة بهدف نظيف أفضل من التعادل السلبي أحياناً لأنه ستعرف ما يتوجب عليك فعله في مبارات الإياب وكيف تفوز بتركيز عالي لا أنا أتفق معه بعض الأحيان يعني نضرب في مثال في مبارات يوفنتس مع أثلتكو مدريد لو كانت النتيجة 0-0 كممكن أليغري يتجه إلى أنه هو يكون متحفظ ما يندفع، ما يلعب تكتيك يعني مبالغ فيه ما يحاول يأخذ المبادرة يغيب الحافظ ما يحاول يأخذ المبادرة ما يعتمد على الفعل، دائماً يعتمد على رد الفعل ولكن عندما تكون خسران، أنت تعود من الخلف، الفريق اللي فائز عنده شيء يخسره فيدخل فيه جزء من الخوف، من الخسارة وأيضاً الفريق اللي خسران ما عنده شيء يخسره، فيدخل المبارات باندفاع بقوة بدنية في تكتيك جاهز حق المبارات بطريقة هجومية فيأخذ وهو المبادرة، فغالباً الخسارة 1-0 في خروج المغلوب والذهاب إذا كان المستويات متقاربة تكون من صالح فريق الخسارة نفس التراخي بي أس جي في مبارات الإياب مع مانشستر، يمكن هذا اللي صار أن مانشستر كان خسران ورد للمبارات وبره ملعبه، شوية حاش اللاعبين تراخي لأنهم شوية ضامنين مبارات الذهاب نعم، يعني هناك كثير من مبارات، حتى سنة نطافت برشلونة مع روما تأيد بي 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 كورديو، لا أنا أيد تركيز اللاعبين يختلف، ونفسية الخصم اللي فايز تختلف نعم، أعجب كاسيس عبر حسابي في تويتر، يعني سوى لايك على تغريدة حملت صورتين لقرارين أثارا جدلاً تحكيمياً في مباراة ليفربول بورتو ومكتوب عليها ليفار بول، يعني دخلوا كلمة الفار داخل اسم ليفار بول في إشارة إلى أن تقنية الفيديو ساندت الفريق الإنجليزي وأعرب الغديس أنه متفائل في الإياب والتأهل أيضاً في البرتغال شوف بعض الأحيان الصور تخدع، يعني عندك صورة لمسة اليد، هي لمسة اليد صحيحة، لكن اللاعب لمس اليد بر الملعب أول ما خرجت على خط الملعب، بر الملعب وعادوها بالفار وطلعت أنها أوت تلامس خارج الملعب أصلاً؟ تلامس اليد خارج الملعب، ليس داخل الملعب، وتراجعها الحكم بالفار وطلعت أنها خارج الملعب، لكي لا تركت الجزاء اللقطة الثانية، دخول قوي من صلاح؟ صلاح لم يدخل دخول قوي، صلاح حاول أن يحجز على الكرة، كرة كانت عند صلاح، إلى هناك فرق عند الملعب المقابل صلاح وصلاح داخل عليه، وفي هناك فرق عندكم، تحاول كان فيها تهول شوي. الصورة تخدع. أنا شفتها لايف شفتها لايف شفتها فيديو ومسابة تهوة أنت لازم تفهم اللعبة اليوم أنت لما تأخذ القرار تأخذ اللعبة ككل هل هو كان داخل على اللاعب ولا داخل على الكرة هل كان يحجز الكرة هل هو كان يقطع الكرة هل هو كان يوقف اللاعب وما كان فيها قصد إذاء ولا كان فيها دخول لقطع الكرة باندفاع ممكن إذا بيأخذ فيها كرت أصفر للأهمال فقط لغير هذا الغصد يعني أنه مو متعمد لسواب لكن كان فيها شوية تهور أو إهمال يعني نحن نقطع الشك في ناس قلون طب لا لا ما هو طب وما أخذ حتى كرت أصفر ببرشلونة يحقق أول فوز لب تاريخ على مسرح الأحلام في البطولات الأوروبية بعد فوزة بهدف لوك شو على فريقه بالغلط أو أون قول مثل ما يسمون يصبح المانيو أكثر فريق يسجل في مرمى بالخطأ في تاريخ البطولة الدوري أبطال أوروبا بمعدل ثمان أهداف حسب شبكة أوبتا للإحصائيات توقع الرقم قياسي مو محبب لجماهير منشستر رينايتن ثمان أهداف بغض النظر عن هذا الرقم هذا يدل على أنهما شاركوا في بطولات كثيرة ولعبوا في أدوات كثيرة ولعبوا في عدد الإمباريات كثيرة لذلك ممكن يصلوا إلى هذا الرقم هذا يدل على أن منشستر فريق عريق يعني طبعا مو العكس ولكن يعني عودة على الهدف للأسف أنهما حطوه باسم المدافع لأن اللعبة كانت جدا جميلة من ثمانة وعشرين تمريرة قبل تسجيل الهدف صراحة يعني التحرك كان غريب يعني والصراحة يعني أنت لو تلاحظ تمريرة ميسي ما أدري متى شاف شوارك كافة بالمنظرة الجانبية أنا أدري يعني أنا بعض المرات والله ما أدري يصير يقول شديد في تلفزيون أمارات أحسن أن أحطي لاتشب وواحد يغشيشه من بره يقولون أقول تراه في واحد فاضي هناك لأن شيء غريب يعني كيف هو كاشف الملعب وكيف عارف وكيف كان اللاعبين وكيف كان اللاعب الباس هذا غير عن تطبيق اللعبة مرات إحنا نفكر يعني إحنا شنو نقول نقول بعض المرات أنت تفكر بالفكرة بس ما تلاحق أو ما تقدر جسمك عقلك ما يقدر يطبقها ما يطبق التعليمات الموجودة مع عقلك لكن ميسي يقرى الملعب ويلعب ويطبق واللي بمخه سيصير بريولة صح وأسرع 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 على اللاعبين بسرعة التنفيذ وتبكي شيء عجيب الهدف كان جدا جميل ومرسوم ولكن مانشستر رونايتد بمجمل مبارات قدم مبارات كبيرة وفوق المتوقع وقدر يحرج برشون لأن لا نطلع من هذه الخبر سولشاير مصرح قال تبتعتبرون كلامي كلام مدرب أو مشجع كيفكم لكن هناك بلانتي يستحق مانشستر رونايتد وكان هناك لمسة يد على بوسكتز يمكن أن يأخذ لهم دار ثاني وانطرق لمسة يد ممكن عليها بلانتي كانت أكثر من جزء من تلامس المكتومني هناك الكثير من الحكام لا يضعها الراكلة وفيه كثير من الحكام أنا أرى أن المكتومني هو الذي كان يسعى إلى ركلة الجزاء يعني أنا لا أرى أسبوعي لا هو الذي لاحق الإعاقة أنا أرى يعني هي وجهة نظر كل واحد من زاويته لأن أنا كنت أستخدم نفس التكنيك هذا إذا بغيت أخذ ركلة الجزاء يعني وهو ما راوغ اللاعب ما راح بجهة وحط فخد اللي فوق علشان يعق يخلي الخاصم يعيقه أوكي في آخر دقيقة من الشوت الأول تقدم اليوبي برأسية العائد كريستيانو وفي أول دقيقة من الشوت الثاني تعادل نيريس بهدف جميل التي تنتهي موقعته أمستردام بتقاسم النقاط مجهود نيريس يمكن خطف الكورا وقام بسولو وسجل الهدف وكريستيانو عودتها عودة حميدة وبيّن ثقل هذا اللاعب أي شوف يعني أحب نتكلم اليوم إذا نتكلم عن آياكس ويوفينتش ما راح نتكلم عن الهداف ما راح نتكلم عن نيريس ما راح نتكلم عن كريستيانو وروند راح نتكلم عن الطريقة يقوم بزيادة العددية في ملعب الخصوم يعني حتى أمام ريال مدريد وأجاكس وهو كان متسيد للمباريات وهو كان مبادر وكان من أفضل الفرق فجداً نحيى هذا الفريق والأداء العظيم يوفينتش يريد الإنقضاظ على هدف برشلونة واستغل مباراته مع آياكس في أمستردام لإقناع المدافع دي لخت مستغلين علاقة السيدة العجوز بالرئيس التنفيذي لآياكس وحارسهم السابق فاندرسار وعلاقة نائب رئيس ليوفي نتفد بوكيل أعمال لاعب ريولا تشوف هالخبر هل ممكن يتحقق؟ ممكن نحن نشوف قبل أن تكلم عن الخبر الآن تزداد الإشاعات لأننا قربنا من الصيف قربنا من المركات فاليوم اللاعبين مثل دي الأخت ومرتبط مع برشلونة مع بارستان جيرمان مع مانشستر ينايتد والآن يوفينتوس مغريب لأنه من أكبر المواهب في خط الدفاع خلال السنتين هذه فمن المتوقع إذا ما يروح يوفينتوس بيروح برشلونة إذا مو برشلونة بيروح هذا فإذا كان فيه علاقات شخصية قوية فممكن تسهل الأمر رغم أن سود لندن ينون زيادة راتب نجمهم أيدين هازارد إلى 300 ألف جنيس تريني في الأسبوع إلى أن البلجيكي لا ينوي تجديد عقده مع تشلسي لينتهي في الموسم المقبل وهذا الصيف هو الفرصة الأخيرة لبيعها الريال قد يصل سعره إلى 100 مليون وإلا سينتقل مجانا بعد نهاية عقده هؤلاء قالين 500 ألف ممكن أن نفكر فيها هازارد يفكر من الزمان بالخروج من تشلسي وأنا أتوقع وهو من زماني غازل ريال مدريد وزيداني غازل هازارد فخلص هي صفحة وانطوئت 300 ألف لا تغري هازارد أنا ليش أقول لك 500 ألف لأن اليوم لاعب نفس سانشيز الذي هو احتياط في منشستر رينايتد ومنشستر الفريق الذي لا ينافس الآن ياخذ 350 ألف وأكثر فهذا ليس الرقم الذي يغري اللاعب النهي ليفربول يدفع ساري الاختيار صائب حيث أنه ممكن أن يريحه في مباراة الليلة على أمل أن يشارك بكامل قوته أمام ليفربول تشيلسي يحلم بلغب اليوروباليق للتأهل للأبطال مباشرة في نفس الوقت يريد أن يكون واحد من البيغ فور هل يلعبون مع أسلافيا براج طبعا يعني المباراة ما أنا بيقول سهلة لازم نحترم الخصوم لازم نحرر كل الفرق الآن في أوروبا تطورت ولكن نسبيا أقل من مباراة بالدوري مهمة أنا من وجهة نظري قرار إراحة بعض المفاتيح اللعب في تشيلسي سواء هازارد أو غيرها أقرار مهم لساري لأن تنافس على المركز الرابع أهم من البطولة الأوروبية أو أهم من هذه المباراة اللي ممكن تعوضها زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد يضع اللمسات الأخيرة على صفقة انتقال بول بوغبا إلى الملكي وأشار التغارير أن بوغبا طلب بالفعل من إدارة المانيو بالسماح لبالرحيل إلى المرينجي وأن الصفقة تمت نظريا وقد تتم فعليا في أمريكاتو الصيف وهو لاعب فرنسي زيدان مدرب فرنسي وتربطهم علاقة من يعني بفرنسا ممكن يفيه هو لاعب سوبر عنده الإمكانية عنده الإضافة يمكن الأمور اللي خارج الملعب هي اللي يمأثر على بوغبا في الفترة الأخيرة ولكن هذا من أكثر اللاعبين اللي ممكن ينتقل ويكون أمر منطقي إلى ريال مدريد نبي نروح على آخر خبر اللي هو المباريات اليوروباليق اليوم دور 16 راح يلعب مثل ما قلنا تشلسي على الأرض سلافيا براغ راح يستضيف بنفيكا راح يلعب نابولي مباراة قوية مباراة نابولي مع منو مع أرسنال مع أرسنال في الإمارات وهناك ديربي مدينة بالنسيا هذا هو ذهاب ربع النهائي في دوري الأوروبي ديربي قليل بالنسيا بين بالنسيا وفيها ريال الخفافيش يزورون الغواصات في أرضهم وأيضا المباريات كلها راح تكون سحبة واحدة في نفس التوقيت الساعة عشر وبعد ديربي بالنسيا هناك في ملعب النور بنفيكا يستقبل انتراخت فرانكفورت الألماني نعم وشلسي يواجه سلافيا براغ في عقر دارة فيلشيك المباريات هذه من ترشح منها أو من راح حق نتيجة إيجابية هو ليس من موضوع النتيجة إيجابية الكل اليوم تتجه انظارة للمبارات نابولي مع أرسنل في الإمارات لأنها المبارات الأقوى والأجمل وقد تكون هذه المبارات توازي مباريات الشامبيزليك اليوم في فرق في بطولة اللويثة اللي هي الأقل هي الساكنت تير لأنه في فرق ممكن تنفس بالشامبيزليك وممكن توصل إلى دور اتضماني بالشامبيزليك فكل التوفيق لكل الفرق وليكل مشجعي الفرق اليوم وإن شاء الله نطالع مباريات جميلة شكرا لك كابتن عادل مشري وشكرا لمشاهدين الكرام متابعتكم تشرفنا فيها وإن شاء الله نلتقيكم في الأسابيع القادمة كل أحد من لاحد للخميس الضحى العود نشوفكم على خير فما الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة